موسيقى أدوات الاتصال الحديثة كما البرتابلويت والاسميس والفيسبوك عوض بشكل كبير الزيارة الأقارب شنو أراك رحكيه لا والله له كيف مش كما تارا وخيك ولا وخيتك ولا أمك ولا بوك مش كما قالوا صاركين صاركين كما عنده إيجابيات عنده سلبيات فهمتني الإيجابيات أنه يقرب بين لعبات فهمتني وفي نفس الوقت عنده سلبيات معنى أنه سلط الرحم معنى نقصته وبين لقارب حس بلق ماشي شرب من الزيارات ونقصت المشيين والجيين ولكن الحد له فيروحه مع الأسف هذا الواقع متاعنا لكن زيارة الأقارب والاتصال الفعلي مع الأهل والأقارب في مناسبات العيد تسيرتو المتعوض حد شين لأن لصيلة الرحم وذيك أنك تقابل وتصافح مع أنت أهلكم مليك وشوفهم وتعيد عليهم مباشرة وتمنينا مع أنت عيد مبروك كذلك يعوض الحالة الجافة لإنتال اسميس رأيي لي هي عوضت بزيد جماعة الفيسبوك يقبلوا على بعضهم في الفيسبوك وكيف في السميس وفي البرتابل هنا بالنسبة لي أحسن هو الزيارات اللي هي تعمل صيلة الرحم والواحد يمشي يشوف فاميلته أحسن أنا في رأيي ما يكون عيد وما يتسمى عيد كأن الأقارب يمشيوا يقبلوا على بعضهم وفي رأيي الفيسبوك هو حاجة ما يجيش الواحد كي يحب يقابل على غيره عن طريق سكايب أو المساج أو حاجة الزيارة تكون على المكان خير من التليفون ومالساميس ومالحكيتي ومالكل ديما الواحد يكون يتواصل عن قرب مع الناس أحسن طول اللعبة كله وليبوا الفيسبوك وبالمساج وكل شيء أما هذا ما يمنعش أن نكونوا نزوروا الأقاربنا ونوصلوهم ويجي معتا في العيد كي ما أقولوا مرة في العامة اللي مرتين في العامة في أباسم عليش أكثر الناس يقولوا معاشقة عنا وقت باش نزوروا أقاربنا وأهدينا ويزوروا حتى المرضى متاحهم ولا يحضروا حتى في أفراح أقاربهم شنو الحل معناها باش المشكلة هذة هم العبادة الأغلبية الضغط متاع الخدمة وضغط متاع الناس نهاركل تجري صغار قرية الصغار الظروف كل ما يشمو لئمة الحل اللي لازم يحطوا موها شوية وقت مش يتقاربوا من الأقارب متاحهم مش يتواصلوا ومش ميخطعوا سلة الرحم هذا الحل الوحيد يكون مهماش وقت لكن نشوفوا أن الشباب يأخش القهاوي يزور أصحابه لكن باش يمشي العم ومشي الجلت وكذا ما يمشيش هذي يزم الواجب الواجبين باش يجزوا أولادهم معهم من الصغر ويعلمون كما كنا قبل بالتقبيل وندوروا من دار الدار ونتعيدوا ما أهلنا وما أحبتنا هذه النجرة العادة هذه راية عادة حسنة هو تبرير أما بالحقته والوقت هذا الناس كل تجري نس كل تخدم متلقاش وقت حتى باش تمشي ويجي أما كومان في المناسبات ماذا بنا العبد يفضي يروحه حتى شوية ويمشي باش يزور الأقارب يطلب منه وقت بسيط ما يظهر لي ما هو نهار كامل يمشي يقعد بحثي في دار تماش ما عندوش وقت هذيك إذا كان هوم يحبش يزور دونك يحاول يخلق أعذر روحهم من قبيل الوقت من قبيل أو كلا مواب التليفون وكذا عندو وقت يحب يزور عندو وقت الشباب متعتوه معتديم يتبع والديهم وكذا إذا والديهم يلقاهم يواصلوهم وكل شي نوزوهم معهم ومنهم أصغار كل شي نروا يشدوا على المنوى هذي هذا ما ترجع أساس لولدين بالنسبة لوسائل الاتصال اليوم جهو الاتصال صارت مسألة منتشرة في العالم والاتصال سارع بين مختلف الدول مهما كانت المناطق التي يعيشها للسكان والتواصل العداء العبر ووثائل الاتصال لابد أن يتخلق فيها نوع من الربط الربط معناها بين الأسر أي بين العائلات وبين أبناهم وحاجة معناها إيجابية جدا أن العائلة تنجم تكون مجموعة منها في فرنسا ومجموعة منها في أمريكا ينجموا عن طريق السكايب معناها فمتعيدوا على بعضهم ويشوفوا بعضهم ويتصلوا ببعضهم معناها بسهولة هذه هي الحاجة الإيجابية معناها بالنسبة معناها الوسائل للاتصال كما أنها زادا بداش تكون معناها عامل من عوامل التفرقة ما بين العائلات والبعد عن العائلات يستسهلوا الناس معناها أنهم يتصلوا عن طريق السكايب وبالتالي ما يمشوش يزوروا معناها عائلاتهم اشتركوا في القناة